العراق ملف أسرى الحرب العراقية الإيرانية يفتح من جديد ثلاثة آلاف أسير عراقي ما زالوا يقمعون في السجون الإيرانية عمدت الحكومة العراقية المتعاقبة على تناسيهم وعدم الاكتراث لمصيرهم الذي مر عليه أكثر من ثلاثة عقود من الزمن رغم العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين العراق وإيران اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبدت استعدادها لمساندة أي خطوة باتجاه تقديم إجابات تتعلق بأسرى الحرب وفقا لما تنص عليه اتفاقية جينيف الثالثة إذ تأمل في أن تساعد تلك المعلومات العائلات المتلهفة لمعرفة مصير أحبائها ولكن دون جدوى